اشتركوا في القناة وعيد الميلاد المجيد كل سنة ومصرنا الحبيبة العزيزة بكل خير وسلام والاخوة الاقباط وكل بان الوطن في احسن صحة وحياة وكل سنة وانتوا طيبين جميعا ان شاء الله لكن حلوة الدعوة دي اه خطر في بالي وانا استمع الى البرامج الرياضية وما هيحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس كل الناس عارفة كل حاجة عن النادي الاهلي الا النادي الاهلي الا العاملين فيه الحقائق واشتري مني وخد مني وانا بقول لك اهو الكلام اللي انا مش هسمع في حتة تانية ايوه فاسمع كده انا ولمسؤولين في النادي الاهلي احنا ما نعرفش الكلام ده جماعة ايه اللي حصل ونبتدي نشك ونسعى البعض انو ده اهلي تاني ولا ايه هو انت يا فلان يقول لي قابلا والله ما حصل ان شاء الله رب اتفعه انت مش حارف عنها طب ليه بيحصل كده عادي تفكر لان اذا لم يكن الاهلي حاضرا في كل جملة وفي كل برنامج لنفضوا من حول امام السرشاد طبعا اذا انت الان امام ظاهرة لابد تجيب سيرة الاهلي في الاربعة وشرين ساعة اتناشر ساعة مش هبالغ اقول اربعة وشرين ساعة ويوميا تخيل بقى وخد مني وخد مني تخيل مثلا مثلا استمعت الواحد فليقته بيقول ايه شركة الكرة طووسي بعدم التجديد لموسيماني شركة الكرة استاذ ياسين واحد تاني يطلع اقول لك امير توفيق اتعاقد وهيعمل مش عارف مع مين واحد تاني تقول لك لجلة التخطيط ايوه اوسط تضغط وتوصي مش توصي تضغط وتغضب وتنصح وتلح ايه يا جماعة كل يوم كل يوم فيه اخبار من التلات جهات دي كل يوم وطبعا الكهرباء ده معموله برنامج لوحده اه في كل القناوات كهربائيات اه كهربائيات اه اه بعدين اقول اهلا طب وبعدين احنا عانو نقول ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش لان اللي بيحصل يا سيد زبراهيم حيتصادف ان السلك لمس مع حاجة من دي يوما ما فاقولك وقد انفرضنا اه بعد المية اللي خد مني ومخدش منه فلقيت الوضع طب هو بيحصل كده اكتشفت ان الاهلي بيع الاهلي بيع وبعدين على فكرة فتح بكل بيوت بما فيها احنا هو احنا عاديم بنعمل ايه احنا النادي الاهلي صحيح النادي الاهلي حتى حتى المسؤول عنه ينتفع بانتماؤه النادي الاهلي في المكان والهيبة والتواصل ده مسألة اذا النادي الاهلي يعمر بيتك اهلي والله